قدر أي من الوحدات يناسب القياسات التالية إذن لدينا بعض الأطوال ونريد أن نعرف ما هي القياسات المناسبة لها نبدأ أولاً بطول نحلة نلاحظ أن طول النحلة لن يناسبه كيلومتر ولن يناسبه متر وأيضاً لن يناسبه مليمتر فعلاً لا سيناسبه حقيقةً مليمتر وهو الحل المناسب إذن الحل هو مليمتر طيب الآن إلى السؤال التالي طول معلم الرياضيات في المدرسة هل بإمكاننا أن نستخدم وحدة الكيلومتر في قياس طول هذا المعلم؟ الإجابة لا المتر سيكون مناسب جداً إذن الحل هو المتر السؤال الذي يليه هو المسافة التي يقطع عداء في سباق المراثون هل تعرفون كم يترى هذه المسافة التي يقطعها؟ هل ستكون بالكيلومتر؟ أم المتر؟ أم المليمتر؟ أعتقد أن المسافة التي يقطع العداء في المراثون هي بالكيلومتر فالحل هو كيلومتر وللمعلومية فإن المراثون طوله 42 كيلومتر طيب نأتي الآن للسؤال التالي وهي المسافة بين مكة والمدينة المعروف أن المسافة بين المدن تقاس أحسنتم بالكيلومتر إذن الحل هو كيلومتر إذن الحل هو كيلومتر طيب ماذا لو أردنا أن نقدر طول حوض سباحة؟ يا ترى ما هي الوحدة المناسبة؟ هل هي كيلومتر؟ أو متر؟ أو مليمتر؟ طبعاً الإجابة هتكون هي المتر أخيراً يترى سماكة قطعة خبز هل بالإمكان استخدام وحدة المتر أو الكيلومتر في حساب هذه السماكة؟ الإجابة لا إنما أنسب وحدة ستكون المليمتر ولذلك الحل هو مليمتر سؤال آخر قدر أي من وحدات الوقت يناسب الأعمال التالية فلنبدأ أولاً بالوقت اللازم لخبز رغيف من الخبز إذا أدخل الخباز الرغيف الخبز في الفرن فإنه لا أظن سيحتاج إلى ثواني إنما دقائق والحل في هذه الحالة سيكون دقائق السؤال الذي يليه هو الوقت اللازم لملئ كوب من القهوة تخيل أنك تسكب القهوة في هذا الكوب هل تعتقد أنك ستحتاج إلى ساعات أو سنوات أو ثواني أو دقائق؟ الإجابة ستكون ثواني أخيراً يا ترى ما هو الوقت اللازم للسفر من الرياض إلى مكة؟ ثواني أم دقائق أم ساعات أم سنوات؟ بغض النظر عن وسيلة السفر إن كانت طائرة أو سيارة الآن فإن الإجابة ستكون ساعات وشكراً ترجمة نانسي قنقر